دي تعليق كمان يا فيه أمها بتقولك بصلا عند الحاجات من السنة اللي فاتت بس بضطر أجيبها ليه بناستجيب لولادنا؟ يعني احنا خايفين منهم اللي ايه؟ يا قروب أقولي حاجة لا لا على فكرة الأم لما اتطوع ابنها في كل حاجة ده غلط ده طلبين مناديل وايبس وطلبين رمح اللي طلب رمحة رمحة يعبدوا بيه صحيح والله راحين نتعلم قال لك عشان الاكتيفتي مع هو ده برضو بيرجع للأم احنا كان عندنا لبس ألعاب هو ده الحاجة الوحيدة بتاعته اللي كنا منبسط به اه طب وكنا نستخدمه بالزبط والألوان يعني زمان ما كانش دي حاجة بنجيبها من غير لازمة بالزبط وكرست الرسم والألوان عشان بنستخدمها طب احنا لو حبينا يبقى لنا وقفة بقى احنا كأولياء أمور أوريب كلنا وعازين نعمل وقفة انت شايفة تبقى عاملة ازاي؟ تجيب اللي ابنت بيستخدمه بس طب وان هو زمجر لا ما معيش هيبص لصحابه هيغضب ما هي دي بقى النقطة وانا مش هقلم من صحابي والأولاد خالدي والأولاد عمي المنظرة دي حقيقي ان الولاد دلوقتي تحس انهم بيروحوا المدرسة يتمنظروا على بعض ومن المنظرة كمان ان احنا بنروحش المدرسة الحكومية الأقل يعني مثلا بنروح للناشنل يعني برضو دي فيها شوية منزرة برضو لازم أموت نفسي في الاستثمار في الولاد عشان ندفع مصاري في المدرسة وطلباتهم مهولة طيب ايه رأيك برضي في الموضوع ده لا انا لي وجهتها وما لازم مدرسة حكومية انا ولدي في مدرسة حكومية كويس او الله يبجد التلاتة في مدرسة حكومية طلباتهم كتيرة اي لا لا والله حقيقي لا وحيات ربنا او في مرونة او في حاجة مش موجودة هنجيبها بعدي واللي انت عايزة تجيبيه وما قدرتك انك تجيبيه جيبيه ظروفك ما تسمحش خلاص مش مشكلة اه اجماده شوية الامهات اجماده شوية امهات اي واي الموضوع كله في الام طيب والامهات بقى اللي عايزة تقلد سلفتها وقريبتها وقريبتها وصديقتها وكلام ده كل عضو الامهات عاديين مع بعض يعلوا على بعض انا ابني ما بيعرفش يتكلم كلمة عارب يا اصلي مدخلا مدرسة غالية قوي بتفعله كتير قوي مالوش علاقة ايه مالوش علاقة الطالب الشاطر شاطر العائل المؤدب مؤدب في كل مكان يعني مش باهم مش بكترة الفلوس اللي بتتدافع لا الشاطر شاطر في الحكومة في الخاصة في الناشنال في الانترناشنال الشاطر شاطر